هذا وعقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد زياني وزير الخارجية ومعالي السيد سيرغي لفروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مؤتمرا صحفيا في أعقاب جلسة المباحثات الرسمية المشتركة بحضور وفدين من البلدين وقد أعرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وشيرا إلى أن الجانبين تدارسا سبول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتنسيق المشترك وقال إن الجانبين أكد على أهمية عقد اجتماع اللجنة المشتركة لتعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والعلوم والتقنية والتي من المقرر أن تعقيد اجتماعها الثالث في مملكة البحرين في نهاية هذا العام كذلك اجتماع مجلس الأعمال المشترك نظرا لأهمية الدورة الذي يقوم به لدعم مساهمة القطاع القاص في البلدين في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري كما وعرب وزير الخارجي عن تقدير مملكة البحرين للتعاون في مجال إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي وتوفيره للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة قال الزياني إن الجانبين أكد تضافر الجهود من أجل إشاعة السلم والأمن وأكد أن مملكة البحرين تؤمن بالسلام وتدعو إلى تحقيقه في المنطقة ككل ومن هنا جاءت دعوة جلالة الملك المفدى لتحقيق السلام في المنطقة وزرع الأمل أمام الشباب مشيرا إلى أن هذا السلام يرتكز على عدد من الركائز منها حل القضية الفلسطينية مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت الداعي لحل القضية بناء على مبدأ حل دولتين ومبادرة السلام العربية ووحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أم الركيزة الثالثة فاتتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني وأن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل من جانبه أعرب معالي السيد سيرجي لافروف عن اعتزازه بلقاء سعادة وزير الخارجية وأكيدا أن المباحثات تناولت فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين بما في ذلك المجال التعليمي والسياحي والعمل المشترك بين برلماني البلدين وبحث توقيعي على مذكرة التفاهم في مجال الاكتشاف السلمي للفضاء المفتوح ولقد عقدنا معا جلسة مباحثات مطولة ونقدت خلالها إلى معالي الوزير تحيات وتقدير جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة إلى أخي فخامة الرئيس فلاديمير بوتن وإلى الشعب الروسي الصديق وتمنيات جلالته لروسيا الاتحادية بدوام التقدم والرقي والازدهار وقد كانت بالفعل جلسة مباحثات مثمرة وبناءة تعبر عن عمق علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز تلك العلاقات وتطوير التعاون المشترك لما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة وتدارسنا كما أوضح معالي سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود الثنائية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتنسيق المشترك لاستكشاف فرص زيادة التعاون في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر